الذهب يرتفع اليوم للجلسة الثانية على التوالي ويصل إلى أعلى مساوة في أسبوع مع تراجع الدولار الأمريكي عن أعلى مستوياته الأخيرة بينما يترقب المستثمرون تعليقات مسؤولي الاحتياط الفدرالي للحصول على وضوح بشأن سياسة خفض أسعار الفائدة من المقرر أن يتحدث العديد من مسؤولي الاحتياط الفدرالي هذا الأسبوع ما قد يقدم المزيد من الأفكار ربما حول مسار أسعار الفائدة الأمريكية يرى عديد من المتداولين في هذه اللحظة أن الفرصة بنسبة 58% أن يقوم صناع السياسة في الاحتياط الفدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة أخرى في ديسمبر وتتغير هذه النسبة يعني بارح شفناها عند حوالي 50% الأسبوع الماضي مع نهاية الأسبوع الماضي كانت شوي أقل إذن تتغير هذه الصورة ولكن ما الذي يؤثر على الذهب في هذه المرحلة ينضم إلينا من القاهرة نور الدين محمد رئيس مجلس إدارة مجموعة تارغت للإستمار أهلا بك نور الدين نتحدث عن أسعار الذهب تراجع بشكل حاد بعد الانتخابات الأمريكية واليوم نرى الأسعار تسجل مستويات هي الأعلى في أسبوع ما الأسباب؟ ما هي العوامل التي تدعم الذهب؟ وهل سيستمر هذا الدعم؟ خلينا نحكي بالأول على المدى القصير الأريب بالأسبوعين الجايين مساء الخير على حضرتك وعلى السيدة المشاهدين يمكن إحنا بس في اللقاء الصابقة من الأسبوع الماضي مع أستاذ محمد فتحك وإن قلنا نفس الكلام كان الدهب عند 1570 وبدأت التشاؤمات وطول الدهب للألفين دولار هل هيوصل الدهب لألفين دولار تاني؟ ويمكن إحنا قلن من فترة أن الدهب هيبقى لي حدود الدنيا 2500-2600 دولار أو من 2500 إلى 1600 دولار اللي شفنا ما هي الارتداءة ده وprofit taking طبيعي جدا على الدهب يمكن حتى أنا كنت متوقع أنه ينزل أكثر من كده أنه يلمس مستويات 2500 أو تحت 2500 دولار مع طبعا اللغبطة اللي في السوق القوية اللي احنا شفناها الفترة اللي فاتت سعود البيتكوينز إلى مستويات غير مسبوقة كل ده طبعا كان رد فعل للانتخاب ترومب والصعود إلى سدة الحكم في أمريكا يمكن على المستوى القصير هتبدأ في حركة بطيئة على الدهب أو هيبقى رنج الأسعار متوسطات الأسعار هتبقى متقربة يعني مش هنشوف 2780 تاني و2800 في الوقت لوحيتك متكلمة على الشور تيرم ومش هنشوف برضو 2500 في الشور تيرم لكن هنبقى موجودين في رنج أسعاري أقل شوية ممكن أن نتحرك من 2580-2590 لغاية 2650-2660 وده هيبقى أعتقد الرنج اللي ممكن نتحرك فيه خلال الفترة القصيرة القضبة إن شاء الله اليوم في متغيرات جيوسياسية جديدة أضيفت إلى الساحة في المنطقة وعالميا التوترات المرتفعة بين روسيا وأوكرانيا هل يمكن أن يكون لها تأثيرات إضافية على سوق الدهب وأسواق السلاع؟ مليون في المئة طبعا أطفق مئة في المئة هيبقى فيها طبعا لها تأثيرات تأثيرات قوية جدا مش بس على الدهب على كافة أسواق السلع وعلى رأسها هيكون البترول مش بس الدهب يمكن المقدمة اللي حضرتك عملتها البترول اللي بنشوفه الصبح على انقفاض وبعدين بعد الجلسة بعد الظهر بنشوفه على ارتفاع تاني وممكن بكرة نشوفه على ارتفاع أكتر الصبح وعلى ارتفاع أقل بعد الضوء كل كل التأثيرات الرهيبة اللي بتحصل دي أعتقد مصدرها الأساسي هو التغيرات الرهيبة وفي تذبذب كتير آخر فترة تذبذب كبير جدا ولكن مع شدة التوترات اللي موجودة بين أوكرانيا وبين روسيا أعتقد كل الكمودتيز دي هنشوف أسعارها تذبذبات كبيرة لو نحن متابعين برضو المنتجات الغذائية وعلى رأسها الأمح أعتقد هيبقى فيها تذبذبات كتيرة جدا برضو في الفترة اللي جاية لحين الفصل في هذه التوترات هل هتستمر على هذا الحد من التوتر الساخن ولا هنرجع مرة كمان في حرب بردة ولا ممكن المضايا يتحل في يوم وليلة أعتقد لا في الفترة اللي جاية بعد كل ما التوترات هتزيد حدتها كل ما هنشوف تغيرات كبيرة جدا في جميع أسعار السلع مش بس الدهب ولا البتول لكن كمان الأسعار اللي بتؤثر تأثير مباشر على المستهلك زي الأكل والشرب زي الأمح وما إلى ذلك الحاجات اللي ممكن أوكرانيا وروسيا بيملكوا جزء كبير جدا من العالميا يعني من توردها الأغلب دول العالم شكرا جزيلا لك نور الدين محمد رئيس مجلس إدارة مجموعة تارغت للاستثمار كنت معنا من القاهرة أهلا وسهلا بك يعتزم كبار مسؤولي قسم مكافحة الاحتكار بوزارة العدل الأمريكية اتخاذ إجراءات قانونية لإجبار جوجل التابعة لشركة ألفابت على بيع متصفحها الشهير كروم في إطار حملة غير مسبوقة لتضييق الخناق على واحدة من أكبر شركات التكنولوجيا في العالم يأتي هذا الإجراء بعد أن قدت المحكمة في أغسطس الماضي بأن جوجل استغلت هيمنتها على سوق البحث بشكل غير قانوني كما تشمل المقترحات الأخرى أيضا فرض تدابير إضافية تتعلق بتقنيات الذكاء الاصطناعي ونظام تشغيل الهواتف الذكية أندرويد وفقا لبلومبرغ إذا وافق القاضي على هذه المقترحات فقد تؤدي هذه الإجراءات إلى إعادة هيكلة سوق البحث عبر الإنترنت وتغيير مساري صناعة الذكاء الاصطناعي الناشئة هذه القضية والتي بدأت خلال إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب واستمرت في عهد الرئيس الحالي جو بايدن تعد المحاولة الأبرز لكبح هيمنة شركة تكنولوجيا كبرى منذ الفشل في تفكيك شركة مايكروسوفت قبل نحو عقدين في عام 2020 رفعت الحكومة الفيدرالية الأمريكية في عهد ترامب دعوة مكافحة احتكار ضد شركة جوجل أعقبتها دعوة قضائية أخرى رفعت ضد الشركة من قبل وزارة العدل في عهد بايدن في 2023 تتهم جوجل بسوء استخدام هيمنتها على محركات البحث في مجال الإعلانات التي تمثل 80% من عوائد الشركة في أغسطس 2024 صدر حكم قضائي من محكمة كولومبيا ضد جوجل يؤكد هيمنتها غير القانونية على سوق البحث ويضع تدابير صارمة ضدها بعد ذلك بشهر اقترحت وزارة العدل مجموعة خيارات متعددة لمنع الشركة من استخدام تطبيقاتها في الحصول على ميزة تفضلية على المنافسين من بينها تفكيك جوجل وسرعان ما قرر كبار المسؤولين في وزارة العدل في نوفمبر الطلب من القاضي إجبار الشركة على التخلص من متصفح كروم ما قد يمثل تصعيدا كبيرا في قضايا مكافحة الاحتكاري التي تواجه جوجل شركات أمريكية كبرى قد تواجه مصير جوجل في ملف مكافحة الاحتكار منها أبل وأمازون متى التفاصيل في هذا التقرير عام هجوم على عمالقة شركات التكنولوجيا في الولايات المتحدة والتي تواجه اتهامات خطيرة بالاحتكار من جهات رسمية أمريكية بخلاف جوجل قد تضطر أبل للوقوف وجها لوجه في محكمة نيوجيرسي أمام العدل الأمريكية وستة عشر مدعيا عاما للدفاع عن نفسها ضد لائحات اتهامات من بينها فرض قيود انتقائية على المطورين وتقويض عمل شركات التقنية وقمع خدمات البث السحابي للشركة غير المتعاونة مع أبل وهي المرة الثالثة التي تقاضي فيها العدل الأمريكي الشركة في أربعة عشر عاما وفي محكمة واشنطن تواجه أمازون دعوى احتكار رفعتها لجنة التجارة الفيدرالية وسبعة عشر مدعيا عاما في سبتمبر الفين وثلاثة وعشرين يتهمون الشركة باحتكار خدمات السوق عبر الإنترنت واستخدام خوارزميات ترفع الأسعار ضد المستهلكين ذوي الدخل الجيد وتمنع ظهور نتائج البضائع الأقل سعرا من قبل الشركات المنافسة حددت المحكمة أكتوبر عام الفين وستة وعشرين يوما للمحاكمة التي قد تشمل إجبار أمازون على بيع جزء من وصولها للوصول إلى تسوية وفي محكمة واشنطن أيضا تواجه لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية شركة متأ بدعوى احتكار مجال شبكة التواصل الاجتماعي بالاستحواذ على انستجرام وواتساب المحاكمة تجعل الشركة تواجه تطقيقا في جميع عقودها المبرمة على مدى السنوات العشر الماضية ينضم إلينا من نيويورك سانتوش راوى شريك ورئيس قسم الأبحاث في منحة Venture Partners أهلا بك سانتوش الإجراءات التي أو ما هو المتوقع أن يكون تأثير في حال فرض على ألفابت بيع أو على جوجل بيع كروم أمي يمكن أن ينعكس ذلك على نتائج الشركة وأرباحها وبياناتها؟ شكرا على استضافتي هناك عدد من المسائل أولا ستكون هذه العملية مطولة لن تتم في ليلة وضحها ستستغل وقتا طويل لأن هناك عدد من الإشكاليات هذه الشركات تعمل بطريقة رأسية وكل هذه الأمور هي جزء لا يتجزأ من حزمة جوجل وبالتالي لن يكون من السهل بيع أجزاء معينة من الشركة وبالتالي بدلا من بيع الاستثمارات يجب فرض الضوابط والتشريعات على هذه الأشياء حيث ستكون هذه استراتيجية أكثر إنتاجية لن يتم تدمير الشركة ستظل كما هي ولكن سيؤتم الحفاظ على العدالة والنزاهم المستوى التالي هو ما حدث في أوروبا قد يتكرر هنا أيضا عندما قام المشرعون الأوروبيون بمقاضاة جوجل كان الحل في نهاية المطاف هو فتح المجال أمام المتصفحين إعطاء المستخدمين الخيار لاستخدام أكثر من متصفح ليس كروم فقط وبالتالي الأمر يعود إلى المستخدم في نهاية المطاف هذا سيكون حل آخر يمكن أن نظر إليه والحل الثالث 90% للسيطرة السوقية لجوجل هو ليس بسبب كروم فهم يتعاملون مع شركات أخرى مثل آبل ليصبحوا مثلا المتصفح الرئيسي وبالتالي الأمر لا يقتصر على كروم الذي يجذب المستخدمين فهناك الكثير من المسائل التي يجب البت فيها ظاهريا يبدو أن جوجل تدفع مقابل هذه الهيمنة ولكنها غير عادية ولكن أيضا نتحدث عن كروم هناك مشتريين أساسيين أنهم أمازون أو أوبن أي آي يمكن بيع كروم إلى إحدهما ماذا يعني هذا؟ ألا يفتح مجال لنوع جديد من الاحتكار ربما لدى أمازون أمازون لديها أعلى واحدة من أكبر نسبة البيانات الكبيرة حول العالم أضف إليها كروم دخلنا في احتكار من نوع آخر بالتأكيد هذه النقطة التي أريد أوصالها لا يمكن تقسيم الشركة يجب فتحها لأن شخص أو شركة أخرى يمكن أن تقوم بشرائها سواء مايكروسوفت أو أمازون أو غيرها وسيكون لهم نفس الهيمنة لذا الأمر أو الحل ليس هنا الأمر هو أن يتم فتح الخيار أمام المستخدم المستخدم هو من سيقرر اسمح له أن يختار المتصفح الذي يفضله سواء كروم أو غيره هذا هو الحل النهائي الذي سيكون فعالا في نهاية المطاف وإذا تم المتابعة بهذه القضية قضية الاحتكار أعتقد أننا يجب أن نترقب ونرى نقطتك صالحة جدا فشركة أخرى أيضا ستهيمن على الموقف إن حدث وهذا غير عادل للحكومة أن تختار الرابح والخاسر يجب على السوق هو من يحدد المسار يجب إعطاء الخيار للمستخدم شكرا لك سانتوش راو الشريك ورئيس قسم الأبحاث في منهات فيتشر بارتنرز كنت معنا من نيويورك أهلا وسهلا بك ترجمة نانسي قنقر